موسيقى موسيقى رجعنا سريعا ونعورنا دوقتي في تيديو أستاذ عمر فوز في عامر نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ونعورنا أكيد في قناة تنادي أهلا بحضرتك وأنا مشاهدي خناة الأهل أكيد عندنا كلام كتير نتكلم في النهاردة وأهمه أكيد اللقاء مدارح النادي الأهلي مع شبيل أستاذ الجزائري في الجولة التانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا اللقاء الانتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد طبعا كان اللقاء ده في ظروف خاصة خصوصا طبعا أرضية الملعب النيل إصطناعي ممكن اللقاء ده كمان أصفر أو المبارادي أصفرت عن إصابة جديدة في النادي الأهلي الحاوي وليد سليمان عايزة الأول أسألك شفت اللقاء ده إزاي ده ما حيث قلت هو دي كانت تاني مباراة للأهلي في المجموعة نحن نفوز من مباراة الأولى صحيح فكان يهمه جدا أنه هو يفوز من مبارادي يفوز أو ما يخسرش على الأقل بس ممكن كان الأفضل أنه نفوز في أول فتاني لقاء لنا يمكن ده كان يفاهل علينا أول نحن نتصدر المجموعة الرابعة طبعا هو ده كان متوقع عند حقيقة عدة عوامل خليتك تبقى الأداء الخططي أو أداء النادي الأهلي مش هو الأداء اللي أنت لسه محتاجة من فرقة النادي الأهلي أو الجماهير بتستنى والأعلام بيستنى والنقاط بيستنوا والخبراء بيستنوا مش هو ده الأداء فعلا بس إحنا عندنا نمرة واحد الأرضي إذا ما حيك قلت أرضية التالي الصناعي بتختلف عن أرضية التالي الطبيعي تماما نمرة في الإصابات عند حقيقة إصابات في رأس الحربة دي مركز مهم جدا صحيح مروة محسن صلاح محسن المركز الثاني هو رقب خمسة اللي هو مركز بسام عشور إصابة يمكن إصابة من التواقف الكاحل لإصابة أخرى بجزع أو بكادمة في رقب في المركز ده لسه بتبحثي عن حد يبقى مكانه تحقيق عملتي صفقة حمدي فتحي أفوض أنه يلعب في المركز ده فمركزين مهمين جدا في مبورة خارج أرضك إصابات كتير أرضية ملعب مش طبيعية إجهاد عضري على اللعيبة لسه المدير الفني جديد ما شافش اللعيبة كلها لسه ما يبانش ما يقدرش نحكم عليه في الفترة دي لسه ما تبطوش مطشاط يعني نازم على الأقل شهرين تريدات عشان يبان أداء وخطة بعدين ضغط المبارات بيخلي المدير الفني ما يقدرش يعمل يطبق أسلوب الفكري بتاعه هيتطر يبدل ينفقه يمكن لما أي مدير الفني بيدخل على أي فرقة بيبقى محتاج إن هو ينساجم معهم في فترة إعداد عشان يتعرف أكتر على كل لاعب على مميزاته على العيوب اللي في اللاعب ده عشان يقدر يوظف كل واحد بأفضل طريقة ممكنة وده اللي ما حصلش مع مدير الفني وده أكيد طبعا من شهرين لتلاتة أكيد وده ما حصلش في الظروف نوع جايف وسط الموسم وتلاحم مباريات مش وسط موسم مثلا محلي فقط تحديث عندك محلي وأفريقي فتلاحم مبارات غير طبيعي كل 3-4 تيام تلعني مباراة منين هيقدر يشوف كل العيبة دي ويحكم عليها ويقدر حتى يعمل مبارات ودية مش لاحق فهو حتى عشان يغير اسلوبه العيبة تستوعبه عايزة فترة طويلة أو سنلاقي بتستوعب الأداء الخططي بتاعه أو الأسلوب الخططي هو هينفزه بعد كده سواء هيغير من طريقة اللعبة أو هيفضل على نفس الطريقة فكل ده بياخد وقت هو الخبرات اللي عند مارتين نسارتي أنه هو هيدخل اسلوب لعبه بالتدريجي وده مش حل تاني أنه يفضل يعتمد على نفس اسلوب اللعب القديم مع تدخيل اسلوب لعبه بالخططي بالتدريجي فلازم يبقى فيه صبر شوية أداء تعالنادي أهلي أو مش هو ده الأداء اللي إحنا مستنينه إنبرح كان ممكن أهلي أدي أداء أعلى من كده خاصة من فرقة شويبة الصورة مش هي الفرقة قوية أول لكن هي طبعاً من فرقة مش وحشة مش وحشة خالص فرقة عندها أداء تكتيكي عالي أداء خططي عندهم ثلاث لعيبة كويسين دفعهم كويس جداً بيدفعوا كويس من نص مرعبهم فمش فرقة وحشة خالص يعني بالدرجة لكن إحنا هنا هنكسابهم مستريحة أعتقد يعني أنت شايف فنين كان نادي الأهلي أفضل من شويبة الصورة الجزائري لا إحنا فنياً لعبنا بعد الهدف إحنا لعبنا بعد الهدف إحنا أول نص ساعة بس الفريق شويبة الصورة كان خايف من نادي أهلي تماماً كان نازل مستعد أن يستقبل الهزيمة مستعد أن يستقبل أهداف أول نص ساعة بعد كرة خد جراءة يعني الأهلي ما قداش الفكر الأهلي كان مبارح بيفتقد إحنا نكون نزين ندافع أنه نحن نخسرش المبارح يعني أنت شايف أننادي الأول فريق مبارح كان نازل وهو عمل في حسبه أنه هو مش هيفوز أنه هو بس مش هيخسر أنه هو ما يخسرش ولو قدرنا نعمل هجمة منظمة نفوز بها يبقى كويس أول لكن الهدف الأوليين كان واضح جداً أنه حتى تأتي كان في فرق في تأتي هافت ديفندر كنا نلعب تأتي هافت ديفندرات صراح إن إحنا ما نمتش من نفتقدوش كان بيلعب قدامهم يعني الأهلي كان بيلعب أربعة تأتي ثلاثة ثلاثة هافت ديفندر صراح عمر السولية كالين نيدفد إسلام محارب وقدامهم سلاسي متحرك كان نلعب شادو سترايكر وليد سليمان والشحات ورمضان صبح صحيح كان بيتنقلوا بينهم حرية حركة بين التلاتة شفت إزاي الاختلاف الكبير من بين الشوط الأول والتأتي الاختلاف لأن المدير فاني ترى ما بنش الأهلي في اختلاف حتى في بداية شوط تاني إلا بعد ما عمل التغيير هاته التغييرات كانت موفقة جداً مستر مارتين لأن الهالي فعلاً كان بيفتقد اللعيب القائد أو اللعيب صنع الألعاب صحيح اللعاب اللي يقدر يلقى للهجمة من الدفاع إلى الهجوم اللي يستلم من البكات أو من اللعيبة خط الوسط ويشوف الملعب ويريح اللعيبة اللي قدان صحيح اللي هو ده الصنع الألعاب في الملعب واللي معاك كرة بيقدر يشوف نبني الهجمة زي لما نزل ناصر مهر ناصر مهر أمبت دوردن وعمله صراحة برح من أحلى منشف ناصر مهر اللعب حقيقي صحيح لأنه نزل في وقت كويس بتالي ياخد فرصة إنه يشوف الملعب صح بيمر بطريقة كويسة جدا عمل شوية تاميرات بيانية عالية جدا فكان الأهلي شكل أجايه برضو لما نزل عمل تقل في الناحية الهجومية شوية بالنسبة للفريق الأهلي إنه هو خلى يبقى فيه عطول واحد أو اتنين بيضغطوا عليه من وراء وهو كان بيستلم تحت ضغطه كويس جدا فإدى فرصة للمدير الفني تاع الأهلي إنه هو يعمل كذا اسلوب خطتي في الملعب اللي جات منها الجندي اللعب واضح إنه متمرنين عليها إنه هو إزاي يلعب الكرة في نص الملع بعدين يفضي جانب من الجمال أو الشمال عشان يسهل مأمورية رفع الكرة فتبقى سهل إن أنت تجيبي هدف طيب لو سألتك عن تقيمك للأسارتي فظل طبعا إنه فيه انتقادات كتير لسه بتوجه للأسارتي برغم إنه هو ما يكملش شهر مع الفريق وده أكيد انتقادات ظلمة جدا يعني يمكن لسه الرجل لسه ما خدش فرصته أكيد من يسهل بقول حديث ينتقده إزاي عشان أنتقد مدير فني أو أنتقد لاعب لازم يدي له فرصته فترة معينة المدير الفني غير اللعيب المدير الفني لازم ياخد فرصة على أقل خمس ست مطشاط أو على أقل ثلاث شهر على الأقل ويبقى فيهم فترة يعرف يطبق أسلوبه ويوري للعيبة أسلوبه الخططي وأداءه وإزاي تغييراته ويشوف كل اللعيب ده مش هيحصل للوقت هو جاي برضو مظلوم إلى جانب أنه عندنا حقيقة 12 إصابة فيه حاجة مهمة جدا الأهلي الإصابات دي يعني المشكلة بتاعتها الأساسية أن الأهلي بقى له ثلاث سنين كاملة عنده تلاح مباريات الفرقة الوحيدة بقى له ثلاث سنين بتلعب في ثلاث أربع بطولات متتالية ما فيش راحة خلص للعيبة وليما يبقى فيه راحة بيرح منهم خمسة ستة منتخب مصر فبيرجعوا برضو مجهدين فدي يعني عامل كبير جدا من العامل الإصابات فأنا عشرحكم مع المدير الفني اللي لازم أدي له فرصته مقاطعين تلاتة أربعة كمان على أقل يعني صحيح طيب عيدة برضو أسألك إزاي شايف اسلوب مورتينة سارتي في التعامل مع الإصابات ومع الغيابات في النادي الأهلي شايف أنه هو بيلاقي بدائل أو حلول سريعة للموقف دي على حسب الأهلي عنده في كل مركز ثلاثة العيب فأنت عند حيك فيه مراكز الثلاثة العيب مصابين زي رأس الحاربة عندك أربعة رأس حاربة أو خمس رأس حاربة ثلاثة منهم مصابين وطلعت واحد أعارة طب أنت هتعمل إيه يعني همفوض فيه واحد إصابة فيبقى عندك البديل اثنين إصابة عندك الثالث لكن عندك مركز واحد فيه ثلاثة إصابات مرة واحدة فهو لازم يتعامل معها خلينا دلوقتي نروح سريعا نشوف مرتينة صارتي قال إيه مؤتمر الصحفي بعد اللقاء ونرجع بعد كده نتكلم عن موضوع الإصابات اللي بقت حالة مزمنة عند النادي الأهلي يمكن ما فيش لقاء ما فيش تمرين ما فيش مباراوة دي إلا وفيها إصابة نشوف دلوقتي مرتينة صارتي قال إيه بعد لقاء النادي الأهلي مبارح وصد شبيل بيت الثورة الجزائري في الجولة التانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا ونرجع لكم تاني من المجموعة الرابعة من المجموعة الرابعة ودفعنا اللي إحنا نحاول التعادل ودال اللي إحنا عملناه creo كالفنال الراسلطة ترمينا سين دقوط يتهيالو إن النتيجة عادلة ما بين الفريد الثورة الجزائري هشام وهشام محمد 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 tenemos muchos problemas hoy muchos venimos con lo justo قليل بأطال ليرة أفريق محدود وليد سليمان اشارك في المش كنا منتظرين شفاع الواحد في أخر المحظة وداله كل هذه السلطة كانت مجتمع فريق creo كون دئواء تلقى كانت متجس倫ا أيضا ¿Cómo te parece? Bueno, yo lo conocía del Mundial, lo había visto arbitrar en el Mundial Tiene mucha personalidad Yo creo que estuvo bien, tendría que ver el partido de nuevo Pero creo que estuvo bien Bueno, mañana juegan creo el Simba y vamos a ver qué pasa mañana Todavía quedan muchos partidos No hay nada resuelto Sí tengo que decir Que me gustó mucho el ambiente aquí, un ambiente muy de fútbol, muy de pasión Y realmente me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho el ambiente El ambiente de fútbol El ambiente de fútbol ¿Tú crees que el Ali va a jugar para ganar la Copa y el campeonato? A pesar de tantos problemas que tiene el Ali, lesiones así Bueno, la intención, sí O sea, nosotros jugamos para ganar Los problemas no los queremos Pero con problemas o sin problemas Pero con problemas y los problemas El Ali va a ganar El Ali va a jugar El Ali va a jugar Y nuestra ilusión Y nuestra deseo Y nuestra ilusión Y nuestra deseo Y nuestra deseo El Ali va a jugar El Ali va a jugar يعني أي لعيب من الناس اللي تيجي جديد للنادي الأهلي معرض للإصابة لها، هو بيجي ضغط جماهيري وضغط إعلاني غير طبيعي، الأهلي مطالب منه ألفوز في جميع مبارياته، نلعب مباريات كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يبقى تلاحظ مباريات، بالإضافة إلى أنه لازم أدي جهد زيادة عن الجهد اللي أنا ببزله عادي في أي مباراة، لم أكن على المباراة مش مشكلة، لكن أنا بلع مباراة مع النادي الأهلي، أنا لازم أفوزي، أنا لازم ألعب التسعين د بروح قطارية عالية جداً بأداء الياقة البدنية عالية جداً، أتعرض للإصابة ده طبيعي، لو أنا مش جاهز فنياً وبدنياً ونفسياً، ده سم أتعرض للإصابة، الحاجة الثانية حدثك جنب العام اللي بدني ده مهم جداً، الياقة البدنية، إحنا غيرنا ثلاثة مخططين أحمال واربعة، مفيش في ثلاثة، أربعة، أربعة، خمس شهور، فكل مخطط أحمال بيجي بيبتلي بفكره، هو مش عارف اللي قبليه وصل لإيه، هل هبتلي من الأول هربع مع معدلات الياقة، ممكن تبقى برضو، يعني الإصابات دي معدلات ارتفاع الياقة أزيد من اللازم، مش لازم تكون أقل، ممكن تبقى أزيد، فتغيير مخط الأحمال ده بيعرض اللعيبة للإصابة، اللعيب لو عنده إصابة ومش تكاش منها ونزل لعب، حيتعرض للإصابة، لو هو تحمل على نفسه، حيتعرض الإصابة، فالإجهاد العضلي بيجي من عدة حاجات، الحاجة الثانية، الإسعداد العيب نفسه البدني والعضلي منذ صغره، إحنا اشترينا دلوقتي الأهل اشتري العيب هل هو جاهز بدنياً أنه يتحمل ضغط المبارد مع النادي الأهلي وتحمل الفوس في جميع المباريات، ما فيش حاجة يسمعها هزينة، ما فيش حاجة يسمعها تعادل، ويبقى ضغط المبارد ده متحمل أو لا، الحاجة الأخيرة بقى أن في العيبة كتير أولاً تهتمش أنها ترتدي الواقي للأصول والشنكار والواقي بتاع الكاحل، هم بيش بيرايحوا العيبة كتير فمش دول بيقلوا من نسبة لأصابات جامد جداً طبعاً الأهلي كانوا معرض لأصابات عشان بيلعب كتير جداً على مبارد خارج أرضه على الترتين الصناعي، ده برضو بيعرض لعيب كتير للأصابات في الرقبة، انتي معظم مبارد أفريقيا بتلعبها على الترتين الصناعي بس خليني برضو سألك ما فيه يعني لعيبة شمال أطلقي ما وكلون برضو بيلعبوا على الترتين الصناعي يشمعنا نحن لديك دغطة النظارات اللي احنا الأهلي فيه ترت سنين وارا بعد مدش دوري مدش أفريقيا مدش كاس مدش حطول العربية ياخدو ستة سبع لعيبة منتخب مصر أول ما بقى فيه فترة راعا أسبوعين، لديه ستة سبع راحوا منتخب مصر، الخمسة ستة راحوا منتخب أولومبي ولام، فيه، صحيح بيعني خمسة ستة راحوا منتخب أولومي بيعني خمسة ستة عيب من القوام الأساسي في المنتخبات فيه لعيبة يعني جد يعني أنا بشفق عليه وما بيشوفوش الأجازة دي عملا زايا بيشوفوش فعلا فيه لعيبة بتريحش تماما صحيح نهائي بقى لثلاث سنين بتشوفش أجازة أنت أي لعيب في العالم بيريح من فترة من 60 إلى 90 يوم ده ده حقيقي وبنشوف طبعا صور اللعيبة دي كلها الأجانب يعني نشوف كريستيانا ولينال مرسي ومش عارف أيهم ومنزلين صورهم بره ومستفرينهم وغدين عائلتهم بسط وبيعيشوا أسوأ أسبوعية إزاي يعني في 30 أسبوع أو أسبوعين فقط راحة يعني ده طبيعي فأنا شايف أن التسبب دي مش حاجة مش طبيعية لا دي حاجة طبيعية متاجة لحوة مبارات التلات مواسم وربعة طيب شايف أوراية كيف الانتقادات اللي بتوجه لطبيب النادي الآلي أو الجهاز الطبي في النادي الآلي يعني دايما بيقولوا الجهاز الطبي في النادي الآلي هو السبب شايف أن ده حقيقي ولا ده أغذر من الليهم ويمكن كمان شفنا برد فعل اللعيبة بعد ما توجهت توجهت العديد للاتهامات لدكتور النادي الآلي دايما كنا نشوفهم بيعانوا بوست الصور مع اللعيبة وبيرود أحسن طبيب موجود هنا إحنا مبسطيني وإحنا ما فيش مشاكل عندنا مع أي حاجة هو التحديد الأدوار دي مهم جدا فلازم نبقى محدين دور الطبيب بتاع النادي الآلي إيه والنهاردة ما بقاش فيه طبيب فقط ده فيه طبيب وفيه معالج وفيه تحميل يعني فيه واحد متخصص للأحمال صحيح كويس النهاردة دول طبيب أنه أنا بعالج الإصابة صحيح وأنه أنا بدي تشخيصه وبشخصها وبشخص الإصابة وبعالجها وبقول إمتى يرجع يلعب فعدم استعجال اللعب دي مهمة جدا لازم الطبيب يكون قوي وصالة ما يهموش حاجة نهو يقول يا جماعة العيد ده ما يفعلش يرجع إلا ما يكون جاهز يستخدمه هذا الكلام ده قالوا أحمد فتحي قال يعني ردنا عن الإشعاعات الكتيرة طلعت في الفترة اللي فاتت أن أحمد فتحي بيعاني من أصابة مزمنة في العضلة الأمامية وبترجع له تاني قال المشكلة مش أن أنا عندي أصابة مزمنة ولا حجة أنا المشكلة عندي أن حصل لي مشكلة في العضلة لإني استعجلت أني أرجع في المرة اللي فاتت وبدل مش هعمله المراتي مراتين وثلاثة بيستعجل فالأصابة بترجع له صحيح هو دور طبيب جماعة ما يفعلش يرجع إلا بعد كذا وبعد كده بيجي دور للمدير الفني ومدرب الأحمال أن أنا أبتدأ المدرب الأحمال ليه دور مهم جدا برضو فإن أنا أبتدأ له حمل زي حمل المباريات أبتدأ يأمرانه تدريبات إيجارية وتدريبات اللاقة بدنية بيبقى فيها ضغط عصبي زي المباريات بالضبط عشان لما يجي ينزل المباريات ما يحصلوش شب في العضلة صحيح كويس من المتابعة اللاقة 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 نفسه لازم يبقى حسن هو جاهز أنه يعجب خلاص الملعب النصب تحت راح التمام أن أكتر الواحد يحس فيها هو اللاقة مش المديري الفني ولا مدرب الأحمال اللاقة اللاقة نفسه بيحس إلا عضلة فجأت بقى سليمة ولا لسا فيها شك لسا فيها حاجة مش سليم تماما فدي مهمة جدا عشان الإصابات ما تتكررش تايني انه مهمة جدا أكيد طيب لو هنتكلم بقى عن حل الأزمة دي هاي قلنا الأصوات دي أهم أسبابها إيه لكن لو شفنا حل أو دورنا على حلول لها يمكن مرتين لصريتي أول ما جاء النادي الأهلي طلب أن يكون فيه وفد أجنبي جهاز طبي يجي يزور النادي الأهلي بشكل يعني دوري كل فترة ما يحط برامج علاجية يكون هو ليه رأي في التشخيص في الأصوات اللي بتحصل وده ممكن يساعد النادي الأهلي فيه ناس كمان اقترحت أن يكون فيه أخصائي نفسي جوه الفريق لو فيه أي مشاكل أو أي توطر أو 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 يعني يساعد أكتر برضو في تجنب الإصابات بسبب التوتر اللي بيجي لبعض اللعبين ده موجود في كل حتى في النادي العام كلهنا فيه طبيب نفسي موجود مع الفريق يعني ده مطلوب وهو كمان طلب أن تغيير أرضية الملعب النادي أعتقد يعني أن الأرضية مش عامل أساسي إلى جانب الهتماعي نحن نهتم بقى الفترة جاءة بالإحماءات وفيه حاجة مع تمرنات المرونة والإتزاني مهمة جدا بتخلي اللعب ما يجلوش أسابات كتير الشوز نفسها بتاعت المطش الحزاء بتاع المباراة لازم يكون حزاء مريح جدا عشان لو هي أرضية طبيعية أرضية صلبة يعني دلوقتي لو نكلم عن جزم الكورة يعني بنشوف تكنولوجيا فضيعة فيها دلوقتي طبعا فيه جزم للمطر وجزم للأرضية الصناعية وجزم للأرضية الطبيعية وجزم للأعشاب الطويلة وجزم للأول عوش بقصير يعني بقت فيه أنواع لازم يبقى عنده الفكر ده أو الجهاز الفني أو إدارة النادي تبقى كل يبقى عنده خمس ست جزم لأرضيات مختلفة فدي مش بنطبقها برضا عندنا في مصر على فكرة ومنطبقاش بالبناعب ومنطبقاش بالحاجات دي خلينا نرجع مرة تانية للقاء النادي الأهلي وشبيبت الثورة الجزائري لو سألتك رأيك إيه فنيا في فريق شبيبت الثورة ولو سألتك برضو إيه هو الفريق اللي ممكن يتعمل له حساب في مجموعتنا في المجموعة الرابعة شبيبت الثورة فرقة كويسة مش فرقة وحشة بتلعب بأداء تكتيكي كويس منظم بتدافع كويس زي فرقة شمال أفريقيا كلها هم عندهم تلات لعيبة كويسين رقم تسعة اللي هو حمار زي ري حمار وطبعا المهاجم بتاعهم يحي شريف وفيه لعيبة تلاتة اسمه الحامية محمد أمين الحامية اللي هو الوينجي الشمال اللي هو رفع الكرة اللي جات منها الجون ده لعيبة كويسة أولاقم ستة وعشرين بقيت الفرقة مش الفرقة اللي الأهلي خاف منها لكن هي عشان في أرضها والجمهور والحماس اللي عندهم اللي بيلعبوا بطل القرن ونهم عايزين يعملوا نتيجة كويسة إلى جانب الأعامل اللي كانت عندنا نحن من الإصابات وإلى آخره خلي بقيت حركة فيه حاجة مهمة جدا مبارح لازم نشيط بيها وهي اللاعب ياسر إبراهيم الناس نيست خاصة لنها تشيط بلاعب زي هذا عمل مباراة لكنه بيرع في الأهلي بقاله خمس ست سنين احنا أول مباراة لياسر إبراهيم مبارح حركة خيالي أن انت روح تجايب العيب نزلها أول مباراة خارج أرض أفريقيا مباراة مهمة جدا ولعب بسببات انفعالي غير طبيعي مفيش أخطاء منه خالص تغطية كافرينج على الأعلى مستوى كان بيطالع كوكتير جدا وعمل مباراة عالية جدا محدش خباله منه محدش أشبيه لغاية دلوقتي رغم أنه طبيعي جدا كان ممكن يغلط زي أي باك بيجي أهلي أول مباراة ليه يبقى عنده الرغبة وكانش عنده رغبة خالص فده لازم نقوله شابوة وليات إبراهيم عمل مباراة فعلا ولو كان غيرت مكانش حد يقدر يتكلم معه انت لنزلته عطول من الضار للنور فده عمل مباراة عالية جدا أيمن أشرف أعتقد أن أيمن أشرف بيلعب كل مباراته بالقتال غير طبيعي بروح عالية جدا بس هو مركزه باك شمال فالجنل اللي جين باح الناس كلها بتقوله غلطة أيمن أشرف بس هو فكر الباك شمال والباك الينين مختلف تماما عن فكر المساك دايما المساك بتربع من أول ما يجي في الناشئين أمسك المهاجم أمسك الفرود من أول ما خلوش يستلم لو استلم مضغط عليه جامد جدا ده الفكر دايما بتاع المساك عكس الفكر بتاع الباك اليمين أو الباك شمال دايما يرجع لورا شؤال اللي معاك كورا مش بيضغط عليه بيسيبه يستلم بيبقى دايما الخط بيساعده بيسيبه يستلم بأهم حاجة أنه عنده ما يرفعش أهم حاجة أنه عنده ما يرقصوش فده فكر الأيمن أشرف تربع لي من هو صغير إن هو كان يرقى في الأهلي بكش مال عشان نضير فكره فجأة بيبقى صعبة جدا فعشان كده الحتة بتاع تجونهم مركسي في إن هو يمشي مع يحي شريف اللي هو المهاجم بتاع شوي تصور أو يبقى مسكه من تمال ويخلوش يستلموا الكور فإحنا لسه محتاجين مساك في المركز ده جنب ياسر إبراهيم الحاجة التالتة لسه معدلات اليقر البدنية عنده الأهلي مش عالية وبانت جدا في آخر خمس ست دقايق عملنا فاولات كتير قوي وده معناه نقص في معدل اليقر البدنية محمد هاني عامل فاول من ناحية الشمال في دياتي 90 كان ممكن تخش فينا هدف يحي معلول وأي من أشف عمله علي معلول وأي من أشف عمله فاولين برضو من يمين ده بيبقى نقص بيقر البدنية في آخر المباراة خلاص بتبقى أنت خلصت البنزين بتاعك فتطري تعملي فاول مش قادرة تخش يعرالي فدازم أعتقد أن المدير الفاني سيشوف له حل برضو أقوى الفرق مش باين قوي لسه طبعا بالأسامي فيدا كلاب أقوى فرقة اسمنا لنوصل نهائيكم فدرالية صحيح سيمبا عملت مباراة عالية قدام شوية القصائر في أرضها فواضح أن هي هتبقى فرقة قوية في أرضها عندهم اثنين تلات لعيبة كويسين جدا شارسة جدا في ملعبها يعني أنا لو عدناها هنشاء الله نبقى أول مجموعة بإذن الله مطش جيدة مطش صعبة جدا أتمنى مع سيمبا تنزين يا رب إن شاء الله طيب لسه في القائمة الأفريقية للنادي الأهلي مكانين سمعنا كلام كتير قوي عن قيد محمود وحيد وعن قيد كمان صالح جمعة رأيك إيه في الموضوع ده أنت عند حقيق فضل مكانين وعندك ستة لعيبة بتختاري منهم عمر جمال على قائمة الانتظار مبوضة في داخل ستة لعيبة مش عارف هيفعله عقده أو لا أو هيفعله هيفعله عقده المفروض أنه كان هيتم نقيده محليا إن هو لسه على قائمة عشان إصبات فلاصة الحربة فأعتقد نحن ممكن نستبعده من القائمة الأفريقية هيفضل عندنا حقيقة خمس لعيبة اللي هما رامي ربيع صالح جمعة أحمد الشيخ مو من زكريا محمود وحيد هتسجلي منهم اتنين شايف الأقرب مين أنا شايف الأقرب صالح جمعة إنه واحد صالح جمعة شايفه الأهلي محتاج لعب في مركز صنع ألعاب وقائد للفرقة وإنه الدور ده من ساعة عبدالله سعيد ممشي لسه مش لقين حد يقوم بالدور ده وحسان غالي كان يقوم بالدور ده اعتزل قبل كده كان أبوتريكا طبعا ناصر ماهر كان نحن جايبين ناصر ماهر حتى يقوم بالدور ده لسه صغير عايز فترة محمود وحيد كان لعيب أول مباراة لعيبها حسنا إنه هو ممكن يقوم بالدور ده يبقى قائد في الملعب حظه جاته إصابة قوية جدا خد عين رهيبة إننا مثل ده نجدنا لعيب قائد إن شاء الله بإذن الله يرجع أفضل من الأول إننا نجيب لعيب قائد وصنع العاب ويبقى عنده شخصية في الملعب يعني ربنا يشفي يا رب يا رب فأعتقد أن صالح جمعة الأهل اللي محتاجه ولو هو فعلا زي كابتن سالة وحفيز قال وكابتن محمد يوسف قال أنه هو مركز شهرين ثلاثة ومستوى عالي في التدريبات الجامعة وهيقب فرصته الفترة الجاية وهو فعلا نفسه يثبت وعنده القدرة وعنده الموهرات إنه هو يعمل ده أعتقد أنه يبقى عنده فرصة إنه يتقايد أفريقين ويبقى يبقى أساسي لديه الفترة الجاية طيب لست طبعا هنتكلم عن النادي الآلي ونتكلم بقى عن النادي الآلي بس بعيدا عن دوري أبطال أفريقيا وبعيدا عن لقاء مبارح وصد شبيب التصورة الجزائري لقاء اللي انتهي بالتعادل الإيجابي واحد واحد اللقاء القادم للنادي الآلي يوم الخميسة اللي جاي إن شاء الله أصاد مصر المقص مبارحة صعبة جدا مبارحة صعبة مبارحة صعبة دوري كلها بقت مبارحة صعبة السنين صحيح وليسعبها الأهلي الإصابات الكتير زي التلاح ومباريات دول العاملين المهمين جدا للنادي الآلي النقص العددي إصابات كتير تلاحوا مباريات وراء بعضها تغيير في المدرين الفنين كل فترة مفيش مدير فن يسع عارف المطسط الدوري ده يمكن الكلام عن يعني إيه التعدد البطولات أو يعني المبارحة المتلحمة وراء بعضها طب ما النادي الآلي يعمل إيه هل كان المفروض مثلا يعتذر عن بطولة طب ما ده صعبة جدا ده قدر النادي الآلي ده قدر النادي الآلي نحن نعطرد نحن نقول الأسباب وليس اعتراض أنا فهمها بس لو برضو أنا بحط نفسي مكانا يعني النادي الآلي هل نعمل إيه بطول عمرو النادي الآلي معرض لده لكن هي بس الحظ في أن إحنا غيرنا أو الانتحاد الكاف غير مواعيد البطولة أفريقيا وبقى عامل مباريات قريبة جدا بعض أدريك وتحديد تعيب بطش كل 3 أسابيع كل شهر كل شهرين بقت كل أسبوع 20 مباراة إلى جانب أني ضغط مباراة الدوري كمان فبقى فده حظوظ النادي الآلي وهو ده سمة النادي الآلي وقدره دائما أنه بيلعب كذا بطولة ومطالب الفوز في جميع مبارياته وعنده تلحم في المباريات يعني من وجهة نظرك للقاء القادم للنادي الآلي أصد مصر المقاص فيامر 5 اللي جاية مباراة صعبة جدا أتمنى يبقى في شفاء من الإصابات بس اللي عندنا يبقى عند المدينة تسترد بعض حلول وبدائل يقدر نلاكس بيا أسلوب خططي في المباراة الجاية أو يقدر يعني يبقى عنده حلول في الملعب يعني أعتقد ممكن يبقى جيرالدو يرجع لعيب كويس جدا عنده مهاراته سريع لعيب أو الأغوص الأنجولي أعتقد حسام عشور ممكن يبقى ليه دور حمدي فتح ممكن يبقى ليه دور مش عارف من تاني يرجع من الإصابات هل صلاح محصن كان له يتمرن هل ممكن هل يجهز أو لا أليسه مش عارف لو مش جهز هيلعب أجيئ أعطاق يدرس حربة يديرو فرصة من برح أجيئ لعب بردو تلت ساعة كويسة جدا أنا كنت خايف جدا علينا أن أرض الصناعية صعبة جدا ده حي ده حي كل الناس كانوا يجع آه آه فربنا سطر لأني ما كان ما كانش هيكون أبد أبدا صدمة غيابه مرة تانية أنا كنت من برحلة في كتاة توقعت يعني ربنا شفه وريد سمال مثلا توقعت أنه هيتصاب يعني كنت قلت لكذا حد قبل موراه وريد سمال ولعب هيتصاب لأنه كان قبل موراه كان عنده بيشتكي بقاله ثلاث يام من إصابة مختلفة خالص لكن أنه يتحمل على نفسه ويجب تعمل إصابة في مكان مختلف هذا طبيعي فأنا كنت حاسس أنه هيتصاب الله خليني أسألك فيه ناس بتقول دلوقتي أو متوقعين أن خلاص الدوري تحسن من دلوقتي ربنا طبعا أن الدوري لسه طويل لسه بدري قوي عليه تشايف إيه لا طبعا الدوري لسه طويل جدا لسه دوري تاني كله بأكمله الدوري ثاني دوري صعب لم يحسن بعد الأهلي في إيده أنه هو يفوز بطولة الدوري أنه يفوز بجميع مبارياته بيه فيها مبارات صحيح سيبقى هايسات الفرق نقطتين يعني في انتظار إزماج تعادل واحد إحنا الفرق هيبقى تم النقطة لو القلي تكسب الثلاث منشاط اللي فاضلين له فلو كسب المواجهات مباشرة أو كسب بيرامت إزماج تعادل مباراة أو كسب مباراة فإيه السبادة قوي يعني لا أقدرش أحكم دلوقتي أستاذ عمر خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده كلامنا مع أستاذ عمر فوزي عامر نائب رئيس تحرير جريدة الأرقم اشتركوا في القناة 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 كنا نتكلم عن النادي الأهلي وعن البطولة الأفريقية وعن الدوري المصري نروح بقى لملف آخر وهو الأمم الأفريقية ومصر طبعا هي اللي فازت بشرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 2019 أو كان 2019 شايف الأول استقبال مصر للبطولة دي هيكون عامل ازاي الاستقبال من ناحية الجمهير وان ناحية وان ناحية اعتقدنا هيبقى يعني واضح من الشارع المصري أن الجمير سعيدة جدا بالبطولة يعني ان احنا نستضيفها وعندها أمل أن مصر تفوز فيها لو هنتكلم بقى عن مصر على أمل أن مصر تفوز بها أكيد لازم نتكلم عن وانتخب الوطني الأول وعن أجاري وعن الفرق بينه وبين هاكتر كوبر اللي شفناه واضح جدا في اللقاءات اللي قادرها أجاري يمكن الفكرة الهجومي اللعب المفتوح عن دراءة هجومية صحيح لعبه مختلف تماما عن هاكتر كوبر اللي كان يمكن وصلنا الكاسة لعالم حقيقي لكن كان دايما بيعاني بقى الشعب المصري والشرع على المصري اللي بيحب الكرة من الفكر اللي هم كانوا بحسب وصفوه من هو أقيم ودفاعي جمهور المصري بأمور زواق للكرة بطبيع جمهور المصري عامتا جمهور زواق للكرة بيحب الكرة الجميلة أكتر من الكرة اللي حاجت تفوزي بيها بيحب الشكل والأداء ونتمتعي الجمهور جمهور المصري بيحب الأداء ده صحيح كوبر جيه فترة معينة هو ليه فكر بطول عمره أنه ينعب بفكر تحفظ دفاعي مع الاعتماد على هجمات مرتدة أهم حاجة أنه مخسر ونجح في الجزئين نجح بفكره دهني وصلنا الكاس العالم ووصل نهاية كاس أمم ووصل كاس عناية ووصل نهاية كاس أمم منجحش كاس عام نفسه طبعا للأسف إن كان عندي خاص الفرقة وصلت لمرحلة إنه هي بقت فرقة إحنا تصنفنا الرقم 31 من 32 منتخب وعندك خبرات نكتلعب كاس عام ممكن تفوزي وعندك ثقة بنفسك ولعيبة تقال ما غيرش في اللعيبة خد نفس اللعيبة عارف أكتب حيات كوميدية كنت تعيه لو ما جات المجموعة بتاعتنا أو طلعت الأرعب مجموعة بتاعتنا إحساس الشارع المصري بإننا رحيين للعب فين بومج يعني ما إحنا وإحنا وإحنا على الأقل ممكن تكسابي روسيا أو ممكن تكسابي سعودية وتطلعت من المجموعة وتوصلي كله كسبونا كان فيه تفاول وآمل كان فيه تفاول وآمل عالي كان من ده جدا كان تفاول مشروع على فكرة نعم بإننا شايفة منتخب يقوم بتقارني يعني تعافي تقارني كويس بين المنتخب ومنتخبات الأخرى صحيح بس إحنا ما استعدناش كويس للموراد طيب لو نتكلم بقى عنده جراءة هجومية دي الميزن هو بيلعب كرة حديثة عنده جراءة هجومية ما بيكلفش اللعيبة الهجوميين بأدوار دفاعية ما بيحملهمش أعباء دفاعية فمش بيدافع بكل الفرقة زي مستر كوبر بيدافع بسابع أو ثمان لعيبة فقط وبيدي حرية حركة الاثنين تلاتة عشان يقدر يستعملهم في الجانب الهجومي وميبقاش عندهم إرهاق بدني طوال المباريب عندهم الفكر صاحي والناحية البدنية صاحية صحيح تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 وكان 2019 ده أكيد هيخلي في نوع من أنواع الراحة بالنسبة لمنتخبنا الوطني أول ما شهيبقى محتاج أن هو يسافر يعمل معسكرات بره يكون الأفضل لي أكيد أن هو يعمل المعسكر بتاعه هنا في مصر إنهنا الأول كنا متوقعين في حالة القدرة له كانت فايزة جنوب أفريقيا هي بالتنظيم ده فكنا وقتها لازم نسافر الدولة أفريقية أو بلد أفريقيا ونلعب مباريات هناك لكن ده أكيد هيسهل كثير جدا من استعادات المنتخب الوطني الأول اللي كان 2019 طبعا كل فرقة تبعا إذا تجي مصر تلعب هنا عشان تستعد البطولة صحيح فأنت ممكن تلاقي فرقة من جوة البطولة حتى اللي من خارجها هيجي لك عادي عشان مصر يعني وفرنا كثيرا من المجهود على المنتخب الوطني الأول وعلى جهزه أكيد إنتي عند حديث كمان ميزة تانية خالص فأنتي عندك لعيبة كتير جدا محترفة وإيش تعملي مش محتاجة تعملي فترة أعداد طويلة زي زمان إحنا زمان كنا بنعاني إن إحنا دايما عايزيني وقف الدوري عشان نقوم نفترة أعداد للعيبة عشان نستعد البطولات لا زمان صحيح فبس دلوات الموضوع بقى صعب الموضوع الثقافة اختلفت خالص من 2010 حتى الآن اختلفت تماما بقى عند حديك أكتر من 12-13 لعيب محترف ده حقير دولات في العالم فأريد خلاص بقت اللعيبة تيجي جاهزة عندها كمان استعداد التقبل للأسلوب الخطتي اللي هيطبقه أي مدير فاني خلاص الوعي الخطتي بتاعهم كان بيختلف اخترافيا الوعي الزهني بيختلف مش هو مش بيجاهز بس مهاريا وبدنيا فقط لا ده بره بيغيروا الفكر تماما بتاع اللعيب يعني مش بيخدوه مثلا كمهارات فقط أو اليقى بدنية فقط لا الفكر الزهني نفسه كمان بيختلف فيقدر يستوعب أي أداء خطتي يجيله بسهولة جدا فدي الميزة عند حدثك الفترة الجانية أنت عمي 12-13 لعيب جاهزين يتقبلوا الأداء الخطتي تاع أي مدير فاني مش مستر أجيري بس صحيح وهو الراجل بيدي أداء خطتي سهل سالس بيدي حرية حركة لعيبة كتير وعنده أرضية يقدر يعمل منها منتخب قوي نفس على البطولة ده طبيعي طبعا بنا نتمنى طبعا يكون أجيري بيبتدي أنه هو يعد المنتخب الوطني الأول كمان المنافسة في كاس العالم 2022 هذه الأهمة بالنسبة أنت عند حيك المنتخب بيهز أنه هو يفوز بالبطولة أو يوصل لنهاء البطولة ويوصل كاس العالم فخلاص أنت عند حيك دلوقتي إمكانيات أنك تعمله ده تماما عندك ثقة غير طبيعية في المنتخب صحيح أستاذ عامر فوزي عامر نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام نورتنا النهاردة في كلام في المتحدة سيحة يا تكمسي أشكرك جدا على وجودك معنا مشاهدين شكرا على حسن وطبعتكم أشوفكم إن شاء الله بكرة الساعة 5 نسأل في حلقة جديدة من كلامة الميديا يوم سعيدة لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر